اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة ما زال بكري بش نحكموا عليه وما زال زادا قاعد يبني في فريق متاع بو طولت مروين شفنا لقطة بعض المقابلة أي من دحمين في كيوسك تم الاعتداء عليه لفظيا وحتى جسديا من بعض الأحبائم تعنيد الفريقي وهالي ما لقطات كيمة هكا فدين منها حتى الوقت يش يتعديوا معناتها بليش عقاب لعبادة ذهم بوهن سليم منحكيه على حارس خنقولوها بصراحة اللي كونو نعرفوه دحمين بالتربية متاعو بالأخلاق متاعو حتى حد لا يشك في ذا نعرفو عودة دحمين البارح ممكن هزيت له مرار شوية ذات فريق الحقيقة النادي الفريقي قاعد يقدم في بداية موسم بايا واليوم يقبلكش حتى هدف تشنج شوية من جماهير النادي الفريقي ممكن نغزره دحمين رو مهما كان اليوم بعد على المنطخب دي ما يقعد ولد تونس ولد المنطخب ما كرهاش تسير ما احنا مشجعوش على العنف ذا اسعيح اليوم النادي الفريقي جمهوره شيخ بالفريقه ذا مات بقى دي ما يقعد دحمين وابن المنتخب والتونس عيب لي صار على اي من دحمين لحقيقة لي صار فيه البارح لحقيقة ما كرهاش تسير من جمهور النادي الفريقي مختار في الكومنترات والتعليقات يقول لك فما استفزاز من اي من دحمين كانت يلات المقابلة لكن حتى فما استفزاز يوفى في تسعين دقيق عن المنطخب لا يخزولي يخزولي خلنا نبدو حقنا عقماليا ما يشوفناش نحنا نحنا ضد العنف رانا وضد الرجل وكما قلت متخلق اللي زف اللي من يعرفه متخلق لكن هنا فما حاجات رو متلجمش تلوم على جمهور لا اللوم شنوه متلوم شنوه متلجمش اسمعني تلجم تلوم عليه في شخص يتلوم على هذا جمهور لقى شخص بروفوكا الجمهور في التينان بروفوكا بتضيع الوقت حقه ناجم نشي معاك حقه بارشة تضيع وقت تم انظاروا على تضيع الوقت ومبعد رينا كان شفتوا الكاميرا بعد الملش انو تحبوا تشوفوا اللي تالمالش متخموش بعد ما يزفوا الاربيتر حاولوا يخذوا الكاميرا تفرجوا بعد دحمين مشي للجيت البيبليستيلي وراه ويحكي مع واحد قالوا عليش أمي سمحني في الكلمة مع انظار سبوه هنيرا والحقيقة متعربي زفر الاربيتر أول حاجة تعملها بشتبه دع البروكاسيون وخرج على روحك ومبعد تسأل زاد انتي في ماتش كمونكاكا فما ببليكا ذاكا ايش تعمل وخايزة في كيوسك اذاك شحابي تقول لك وغاليش مكش مع القروب اخوي انتي ما يحميوكش ما لا حقيقة معنا يتصور انتي جوار ملكلو بيالع في الطيب المهيري ومراوه واحد وتشد في كيوسك من عشان بخليفة ملو موش معنا عادي في كيوسك مواطن مع مواطن مواطن مع مواطن وجمهور زادة وجمهور مكش جي حتى انا لو كان طوى نخرج اسمعني اللي مبرر خليك اكمل بشعطيكم خليك اكملك منيش مبرر في العنف لكن اذاك واقع انتي اش تعمل في كيوسك واحدة هاني خلتها بديتها هكا حدرانة اللي يعرف يا صالحة انتي راك متعرفوش لبريحة حميك نعرفوه نحنا نسمة ربي راو حتى بتسلم عليه يجيوبك ما عندو حد شي وما عندوش برشة زادة وناخذ في التهيران هو هو جمهور متلومش عليه اللوم عليه شو متقلوش جمهوري متلومش عليه انا اللوم مع السيدني خليه واحده وقادي في الكيوسك الحمدولله موصلتش حاج اخرى منع الجمهور راو فاملانوية راو فاملانوية فاملانوية من الجماهير فاملس حيح فاملس من جمهور فريقش كون دافع عليه وما حبش فيه خاطر يتلموا حتى بلغتنا نحن حتى ولا دحوهم خمسة ولا سعشرة من ناس يتكتلوا على واحد لا لا ما خليوش بلقى عسين ما يشور جوليه ما خليوش ما خليوش اسلام متحكي على راو عشرين سنين وواحده عشرين سنين يعني ناس بتبيعه يقول لك هذي القرديان هذي نحن الكورة وذي حرمنا اليوم لا 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 هون بلوس تسعين تقية لا 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 حمد راو مش من اليوم دحمان دحمان لو مش من اليوم بديت مشكلته بديت مشكلته بموسمي كان يعني فيه الافريقي في الوبوط وقتا برووكا ماتش في ردس اي انتفكروا الماتش الكبير هذي عده ماتش كبير اكسيلون خلى النادي الافريقي يخرج بتعادل وخلى وضعية النادي في الترتيب تدامل هذيك هو المسؤولين هنا مختار هنا معاك حتى خاننا أحكيها كاملا بي كم أقالك زياد المسؤولين زيادة خوية حتى حد لي روح المان في الكراب يعملوا فيكم جواريات بسهمهم هو يبدو لي أعطوهم منهارين راحة اسمعني اسمعني خانجوبك قلتك أعطوهم يبدو لي نهارين راحة خالق اللي يحب يروح كل واحد وين ماشي معنا ما يهمهمش فيه معناه اسم كي ما قال كون بعد ماتش لكلوب انت ما بتعرف حاجة وسخون وجمعيهم اليوم تلعب على المرتبالولة سحية تغيظهم كم قارديان ميت بقى حاجة بركة ما كنتوش تقفوا في كيوسك كنتو ما خويا سبحان الله عاش بشيقضي حاجة بشيرية بشيقضي حاجة بشيرية من الماتش تغزولي لكي فيزيتوس بولا ربيط خويا تطلب أي بلاسة يوصلوك روكل المطار يوصلك وين تحب قلوا في الجهة تونس يأمنك حتى 30 كم ومبعد يعمل لك الجيز يقول لك بسلام هنا خويا انت كي اخترت مش تمشي شواء وجمور برشا ومتعرش عليه وين تفرع وجمورة وجيك من سفيقس جيز للتوضيح الاسلام قالك اليوم عطوهم نهاري الراحة يسامحني اليوم مسئولية اليوم عطيك نهاري الراحة واليوم تقتلوا طفلة ايه صحيح فهمتك وبره نهاري الراحة اليوم نوصلك هنا وين تحب انت وبره اخذ نهاري الراحة باكثر مكاكة مسئولين زادا ما نعملوش كل شي مسئولين انت يا خويا ترا في الجو ماكش حاجة جديدة مش ملاشي زادا انت في الترى تروفوكيت واضح شو موقفك خويا في كيوسك ليه حاجة بش وليه حاجة بركة لجموان النادي الفريقي راو اليوم اليوم كوارجة ساعة ونصف ونمشيو على رويحنا وحنا منشجعوش العنو غدو بتعرش عليها الدحمان يبدأ في النادي الفريقي يوكي ناجم فصليف يكون في النادي الفريقي انا في تقديري اللي حصل للدحمان مدين بكل المقييس ومن استغربوش هذا نشوفو فيه تقريبا يوميا في المجتمع متاعنا ما تستغربش في مجتمع خاطر ما فهمش عقاة بحب تستغربش في مجتمع طبيبة تحل في اللايف في التكتوك وهي تعمل في عملية الشخص وتقول له كبس هاد طبيبة تلوم على بعض الافراد لابسين زي النادي الفريقي انا باش من ما نقول الجمهور النادي الفريقي بعض الافراد اللي لابسين زي النادي الفريقي اللي قاموا بيه الدحمان يعني شي موشين وعيب كبير وما هيش معنا تمنى الشجاعة انا كجيت تعتدي على انسان اعزم وسبل اهم كما نشهده كيف كيف باللبسين ما يولي الافريقي ودافو عليه وما خلاوه كما زاد نجب وندين ما حصل الواحد من الجمهور النادي الفريقي في حوم الدحمان في السفاقس اللي قام والله اذيه ما هيش مؤكد معنا شاحمد مؤكدة المعلومة ذيها ولا ليه خدشوفتها على الفيسبوك لكن الحق ما عنديش معلومة مؤكدة لي صارت كان صارت ندينوها بالطبيعة لا بيانسو يشوف انتي مثلا اللقطات هذوما كيفاش يغذيوا الفتنة والعنف بين افراد الجهة الوحدة انا لا ادري لماذا تتساهل النيابة العمومية على اللقطات اللي تتعندها علاقة بجمهور الكورة بصراحة من المفروض ان النيابة العمومية تتحرك تلقائيات نتصاول فما الكاميرا وفما كل شيء مهما كان نرى الجمهور سواء الترجي ولا الناجم والملعب توسي ولا الافريقي بصراحة فما حد ادنى وقته يتعلق الامر بسلامة الناس وبي معناتها سلامة المجتمع وسلم الاهلي بصراحة على النيابة العمومية انا متصمتش وحتى الباجات اللي يتحرض على العنف وتحرض على الفتنة راو زادها نور مال مو مانيسكتوش عليها باش مازيتش معناتها العنف يستشري وتولي مشكلة كبيرة موجود في الطيب المهيري وموجود في رادس وموجود نانا انا حكمت في الطيب المهيري ما شوية لموت مروح في الوتوروت في بلي خرجت لباس الحاكم وصلنا ورا في حجرة معناه داشتشت للبار بريز القدامية فهمتني مانيش من التأم فيه لكن موجود العنف عليش ركبوها على جمهور نادي الفريق مختلف تظلم الفريق في المقابلة ذا عليا تظلم صحيح انا بالنسبة لي انا كانت موجودة والأخي خانت فرج فيها ديريكت المقابلة ومستنيدش اللي عاد معنا في ريط الهجة الالكسيون هنا شنو اللي صار مولار بيتن نسمنا لنقرأ وشنو قاعد يرا الكورة عند الدفنسور بسام يمكن اسرع منه خذي الكورة رينا رينا محرز رينا محرز الوقت تغالتين هاي رينا محس فرق هذا هو البلاسة دي وقف فيها محرز زماني أنا هنا محرز صحي ما عادش النجم نشوف شي واضح فما حاشتين سيد لو خاطر مش تدخل شفت في البوسيع رو تدخل في شوية معايير رو بعد ساعاتك الدزة صغيرة هكاية مع الواحد واللي واللي ننصح بيه أنا بعيد طو كان على الحكامل علينا على ضربة جهزاء واللي حاجة اللي زادت فزة التصوير اللي كونه حتى الاسيستان اللي منغاديك نورمالما نورمالما رو خذي على عاطق الوضعية خاطر خاطر الاسيستان نورمالما يغزل الاربيتر إذا كان يتأكد الاربيتر مش بشيره شي فرق ما بين اسيستان واسيستان رو اسيستان يمشي الكوب دي مونت واسيستان يقعد محلي هذي الحكاية هذي وتجيك مرة فلا أنا نصيحة البسام السرار فيه رو ما زال الكارير قدامك وروا كتحب تأخوا ضربة جازاء فما 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 فتحها موجودة والدازة موجودة لكن شوفوا بسام كيفاش طاح رو حتى الاربيتر يدخل فيه الشكل طاح عادي اخويا زينا بارشا ظهر وتخوص وعبط ومفماش موخاة بخلاف الدفع هو يبدو لي نزله على ساقه من لوتا فما دفع قوي من فوق هو اللي خلا بسام السرار بعد ما تحصل كونتاكت الوطاني ضربة جازاء موجودة للنادي الافريقي الحكام المساعد الحقيقة عنده مسؤولية كبيرة فيه والحناشي رغم انه من حكام المساعدين الممتازين لكن انا الرا اللي كونويا وقلويا المساعدين انا من رأيها ما عاش تعمل فارتا الفريقي الظلمت والتراجي الظلمت والدنيا كل الظلمت انا من رأيها انا من رأيها المساعدين المساعدين يتعاون اما الحكام هو من مسؤوليته محرز المالكي محرز المالكي أول أربيتر تونسي في الافريقي نحكيه بصراح انتي الحناشي موت حب تتلع في ماتش كلاسيكو والعبات تتخمم فيك وهذه المساعدة يا اخوة يجب ان تكون عندك شخصية تتزي وتمنى الاربيتر معي بشتزي كورنيل وطوش وده لشنوه مفهم حد شيخ هز معي الحاجات مجيه الاخرى مجيه الاخرى انه حكي محرز المالكيه 100% مجيه هذي يفهم اربع عينين الاربع انت قسمه 25% 25% 25% 25% 25% ما رأيش الاربيتر تخذها انتي وتطلع في الباليامتيع لا اسلام تعليق تصغير بخصوص ضرب الجزاء انا بصراحة ما ما استسغتش ولا معاش باتنيش ولا استغربت الباجو فيسيال انت على النادي الافريقي تحط لقطة ضرب الجزاء بليعادات والشي النادي الافريقي رأيش جمعية ما تبكيش على انا معطيهاش الحكم ضرب الجزاء انا عجبتني لهيئة المديرة النادي الافريقي سناء في طريق تسيير النادي يعني برشة حنكة برشة صبر برشة روية برشة حسن تدبير اما تجي على خاطر ضرب الجزاء وتحطها الباجو فيسيال اذي كيخليها مسألة عندنا عندنا المشجعين وعند الباجيات انت على المشاجعين مش الباجو فيسيال عندك اكيك حط انت اللقطات انت على الفرص اللي ذاعت بشكل غريب حط زادة كيفاش استفدت انت من التحكيم ما ما يزمناش ما يزمنش الباجو فيسيال تركز على الاشياء هذي خلنا ناخذوا كلمة كلمة على البقية المقابلات ما عادش عندي برشة وقت طارق مستقبل قيبس انهزم قدام سليمين سألتك على فريق السابق والمدرب اللي عمجيد الدين المغربي عن انتحاب بعض المقابلة بعد مقابل تطاوين مستقبل قيبس كان في انتصر على التطاوين في تطاوين كان جمهور قيبس يستنى بش يكون فيرمين تعرف دوزين فيكتوار مهم للفرق هذيه نحكيو على سي بوان نحكيو على كلاسمان نحكيو على اللي مزيت فما في رقم ايش حاضرة سرتوه في المرحلة الذهاب اليوم مستقبل سليمين عرف يتعامل وخاصتان كنسمة وسهيب الزروق اشنو يحكي على المقابل اقل عرفت نتعامل مع مقابلة قيبس يمكن نهبته ببرشة ثيقة ليخلى اليوم المدرب المغربي ينسى حب من تدريب مستقبل قيبس باي مرويا نصل لك على الاتحاد بنقردين الفريق بعد ما كان فخر الدين قلبي في الشك الفترة الماضية فوز مهم الفخر الدين قلبي واتحاد بنقردين يرجع روح في الفريق هذيه اكيد ديما الانتصار اسلام يخلي ديما الامبيونس الأجواء ديما بها في اليكيب يظل اليوم يظل اول تجربة الفخر الدين قلبي ماركري كما حكينا قبله وقلنا الروزلي ما ممشتش معاه سيرتوب بمانش نادي الافريقي ويلا بذدي حاد النادي المونستيري نادي النادي سبيكسي جايوا معانتها في رق لحقيقة ما كانش محظوظ فخر الدين قلبي اليوم اول امتحان معاه كما نقوله في رق المباشرة معاه ياخد ثلاثة نقاط مهمة جدا بشي خليه يخدم في اريحه كبير احمد العمران نزم قدم اتحاد المونستيري اثنين بواحد شد انتباهي معزل حاج عليه في المقابلة هذي هدف لي سجله ممتاز جدا ومستوي كبير برشقة قادم في اللاعب هذا منذ بداية الموس اسلام قبل ما نحكي لك على عمران راه ونسينا فريق اللي هو في صاحب المرتب الأولى في البطول بش نجيه بش نجيه ما نسيناش راه وبيجي من مفروضة عطينا نصع نحكيه عنه اهي صحيح صحيح خليت المختار اينا خليت نقول لك عليش بيجا لولا دور مرمونا نحلينا الاستوديو بيجا قعتنا الساعة ورانا في بيجا ورانا في بيجا وعملين لايف من بيجا برافو عليهم الحق برافو عليهم مداية موسم ممتازة جدا خليك تحكي لي على العمران وعلى بيجا عرفاز العمران انا ولا يتفرج فيه الماش بصراح الاتحاد المونستيري استحق لانتي سارة متاعه كان اكثر صنعة استغل الفرص اللي جاته والعمران بصراحة زوز هدف اخطاء من حارس المرمى خطاء بدائية كان ينجم حارس المرمى يتفاده معز الحاج عليه معز الحاج عليه معنات حاج الهدف الممتاز يسر ممتاز هدف في برشة فانييد والعادة الاتحاد المونستيري عودنا في السنة متل اخيرة فريق يلعب كورة مزينة فريق معناتها يتطور فريق هو اللي باقي يعمل لك التشويق في الشمبيونات وليه جزت حاجة بركة أحمد باش من غلطوش العبيد شبيبت العمراني اليوم فهموا أبجيكتيف دو ما طلوا عليه خنقولوها بصراحة لو عندهم أبجيكتيف اليوم المنتياء اليوم الفريق رباح نادي رادي سفيقسي وبليه شوي نقصوا شوي ديكليراسيون سيتوب عبسلين بوحوش اليوم انت راك اليوم صحيح اليوم انت مدير رياضي في الواحد خلي الانترنور يحكي مشكل معتا كل ماتش اليوم انت تفوز وتخرج خلي ديما سقيك علقاء منكبروش الفريق كما نعرف الفريق شبيبت معمر فريق كبير ما نرزنو شوية اول بديت معتا اول عام في البطولة المحترفة الاولى يذول لي انا من رأيي يركزوا اكثر في المنتياء خاطر اليوم كحاسيت اليوم شبيبت العمران وليت حب تلعب على القب والله على كلام تيج ديسكور بتاع عبسلين بوحوش ولا غير عبسلين بوحوش انا ريتو متوازن ديما ديما يحكي على الاساس الكلام بتحكي في انت تيج انو ديما ساقين علقاء حتى ديسكور بتاع المدر بتاعه لو تفي القادر كيف كيف دو بري ما انا نحكيلك معنى الناس دوما نعرفهم ويعرفوا حتى الامكانيات المتاع مختار يامن الزلفاني صديقك نكمل في نفس المنهج اللي كان فيه نصيف البياوي فوز جديد الاولمبيل بيجي وخاصتم في المقابلة تقلق عزيز عبيد اللي عبسل بقل ترجي في الهدف الفاني يسجل وتقريبا شفنا جهاز تكنيك حلوة برشة واسيس مونتاز وموعز بن شريفية اللي قاعد يأكد انه قاعد راجع من بعيد الفريق محافظة على كل شي تمتاعه اسمان انا قلت قلت طمنت جميع بيجة تتذكر وقت د تدخل معنا نصيف البياوي في التليفون بعد طمنت جميع بيجة تقول لما لو بشيكو مونترونيور بشيكون نفس القيمة هو نصيف لحقيقة جمعة ما كانتش معنا هنا انا بالنسبة لي انا اصعب اصعب مهمة كانت عند يامن باعتبار جميعا قاها في المرتبة اللولة بشي حافظ على المرتبة ذيك لقدر لا فوبا في قفصة وتعرف ظروف قفصة كفيش قاعدة متعدية المدة هذيه راهوا يامن لقدر لا كان مجيش فما انتي صار كان يامن لحقيقة بش تكون الوضعية بش صعب يامن اثبت ومش اليوم رانيانا بش نحكي بيه على يامن يامن تاريخه البرى تونس ولا داخل تونس يامن اثبته اليوم اللي هو محل محل اهتمام برشة جماعيات وهو هو هو الحقيقة بصعبتي يامن قلبه الباهي يخليه يصراه في الوضعية كل ما بسرعة معاش عندي وقت تارق ثيابي ومتلوي واحد واحد تقريبا ما تشوفنا فيك تقريبا نجم نقوله كل شي كانت ما تشكرت قدب بنظر الحالة الميدان شوفناها بعد صحيح وبصراحة وضعية صحيبة لسيابي معنى مع القدوم بتبيع المدرب جديد وكنا نتصور وفما تغيير اليوم سامي القفسي دونك ما صارش هذي ريكسيون ما صارتش في في بنزرط وذك على الجمهور حتى جمهور نادي الرياضي اللي بنزرطي اليوم تحير على وضعية الفريق المتلوي معنى فريق ممتاز ريناه معنى يلعب في كورة ممتازة خاصة في مقابلته مع التارجين يتفرج فيه الفريق معنى متكامل دونك واحد واحد بالنسبة بليانا معنى نتيجة سيئة وخائبة اليوم للنادي رياضي بنزرطي ووضعيته هكا نوصل النيات حسيتنا فقط أحمد السرح يجيك تعليق من رشيد الزمرلي يقول لك شوفناها اللقطة مع التارجي في بنالتي البقلاوة أجمل تحيات إسلام تحيات إسلام تحيات